إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أزدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وكل بدعة ضلالة في النار أما بعد أبدأ بخطباء كما تحدثت عمالكم نعمنا نحن همين نحن نحن نساء يسرع نساء يسرع نساء إذا كانت تشعر رائعًا إذا كانت تشعر جميعًا فلاذا تفعل؟ تغير المكان أو تذهب ونحن نحن نعطيًا هذا من الكنتعاد أو تغير المكان أو تذهب ونحن نعطيًا بارك الله وعكو يا أيها الأحبة في الله فلا يكاد يمر يوما حتى نسمع ونشاهد مآسي محزنا وأخبارا مفجعة قالت الصغير والكبير والعالم والجاهل والرجال والنساء وجعلت الحليم منا حيرانا لا يدري ماذا حدث ولما يحدث كل هذا في عالمنا المتحضر ماديا الساقط أخلاقيا وروحيا وقد يفسر لنا هذا الأمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير مما يكون في آخر الزمان من فتن وما يجب على المسلم فعله وما يجب على المسلم فعله لينشو بدينه ونفسه منها ففي آخر الزمان ونحن في آخره يكون المتمسكون بالإسلام العاملون به قليلا غرباء بين الناس فعن عبد الرحمن من شيبا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء قيل من الغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء ومن الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو بل الغرباء أي جملة تحمل على الخبر فيكون المعنى أنهم قد طابوا وأن الله اختار لهم طوباء وهو إما مقام في الجنة أو منزلة عظيمة عند الله أو تحمل أنها دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مستجابة فقد دعا لهم بأن يطيبوا بأن يطيب ما هم فيه من أمور الدنيا وأن ينالوا تلك المنزلة العالية في الجنة يوم القيامة وفي آخر الزمان تنقلب الموازين وتتبدل الحقائق في أعين الناس وفي آخر الزمان تنقلب الموازين وتتبدل الحقائق في أعين الناس فعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخأون أو الخائن ويشهد فيه المرأة وإن لم يستشهد ويحلف المرأة وإن لم يستحلف ويكون أسعد ويكون أسعد الناس بالدنيا في الدنيا لكع بن اللكع قال العلماء اللكع بن اللكع هو الأحبق هو الرديئة السفيه من الناس فتكون له القيادة في الدنيا وهذا الأمر مشهودا لكل من له بصيرة فالآن لو رأيت الناس من عندهم من عندهم هو المقتدى ترى السفيه في التيك توك أو السفيه في الإنستجرام أو السفيه في فيسبوك أو السفيه على اليوتيوب وهل مجرى فالسفهاء الآن أصبحوا هم قادات الأمة والعياد بالله فنبينا عليه الصلاة والسلام كما هو مقرر عند أهل السنة والحديث والأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحشة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيخ عنها إلا هالك فهذا الحديث له رواية أخرى قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا اللكع بن اللكع لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا اللكع بن اللكع أي السفيه الأحمق فالذي نراه والعياد بالله تركه من الشباب يقتدوا بأناس من السفهاء ومن الحمقى ويتركون العلماء الربانيين بل من جهلهم اتباع للحزبيين وأهل البدع أخزاهم الله يقول لك علماء الصلاطين العلماء الربانيين الذين يتكلمون بالكتاب والسنة ليس على أهوأ الناس يطعن فيهم وفي هذا الوقت يرفع التي نراها فالآن يصدق فيها الكاذب فالعلماء إذا تكلموا يتكلم في أمور السياسة في أمور الدول نسأل الله السلام والعافية لكن كما يقال أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي نسأل الله السلام والعافية فيا أيها الأحبة في الله فهذه الفتن التي نراها في هذا الزمان لا منجأ ولا منجأ منها إلا بالرجوع إلى القرآن والسنة وفهم سلاف الأمة وإلى العلماء الربانيين ليس إلى اللكع بن اللكع بل إلى العلماء الربانيين الذين يتكلمون بالقرآن والسنة وينصحون لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فالملجأ ليس إلى الأمم المتحدة أو إلى أمريكا بل إلى الكتاب والسنة وفهم سلاف الأمة إلى القرآن والسنة ليس بالمظاهرات والخجعبلات والتراهات بل إلى قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم أولو العرفاني ما العلم نسبك خلافاً سفاهة بين الرسولي وبين رأي فلاني أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وسلم تسليماً كثيراً أما بعده السنة عندما تدخل إلى المجد تصلي ركعتين أما بين الخطبتين هذه ليس من السنة على المقاربات سفهت في القتال السلام عليكم وصحبه الواحد وقال الرحيم التنظيم حافظ في موقع وصحبه وقال الرحيم وقال الرحيم ومن المترجمات من المصطفى وعياد بالله من المصطفى عليه الصلاة والسلام نحن نفسه هذا الموقف يتحدث في حديث هذا الدين ومع الاسلام مصطفى ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك فطوبة للغربة ومع ذلك فطوبة للغربة ماذا ذلك؟ بشكلتين ومع ذلك أنه محبين ومع ذلك ومع ذلك من البركة اللهم يتعلمون في الدين الله سبحانه وتعالى في هذه المرة عندما يكون هناك الكثير من التعالى سبسكورة أيضاً الله يتعلمون في هذه المنطقة ويطرهم بوضعهم في جانة نساء الله لكي نعطينا في جانة اللهم أمين الله يتعلمون في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة هذه الحديث Even we can observe it. In our time, let alone the non-Muslims. Rather the Muslims, your own family. When you start practicing, even though they are Muslims, they will have a problem with you practicing. They say, why you have a baid? Why you kamis above your ankle? Why you walking like you're going to cross the river? Moking you. Why you have a baid looking scary? Now having a baid makes you scary? أعوذ بالله من الخذلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 And shows us he's the messenger of Allah لا ينتق عن الهواء إن هو إلا وحي نيوحا He doesn't not speak from his own desires He speaks from the revelation Subhanallah now The doctors People are foolish Or the foolish people They're getting more views More money Than doctors Who save people's lives By Allah's permission Footballers they're getting ridiculous money more than the doctors and the teachers this is the time we're living in the time we're looking likewise the Nabi mentioned another narration when a foolish person will be speaking on behalf of the Ummah a foolish person will be speaking on behalf of the Ummah he mentioned about the term الروايبض meaning someone who is a foolish person there's no one and he speaks on behalf of the Ummah we leave the scholars they say scholars for dollars and what are for Allah these foolish people the foolish people causing harm and destruction in the Muslim countries that are the people to listen to so the Nabi mentioned that a person he speaks about issues in politics or issues of war if he was alive at the time of Umlu Khattab he would rush him because the time of Umlu Khattab the issues of war no one was speaking about except Ashabu Badr people that Umlu Khattab used to choose and speak about the issue of the Ummah now in the conference of everyone he's a politician he's a doctor everyone speaks about big political issues and why this leader has gone to other leader and he said I wish Umlu Khattab was alive he will beat you up first if Umlu Khattab was alive he will rush you first for speaking about the issue of the Ummah and you don't have not even a scholar or something rather than some issues which belong to the leaders even the scholars are not allowed to get involved but we live in a time of Ar-Rawai-Bidha leaving the Ulamah 10 of the scholars and following foolish people so we leave the scholars who are Rabbaniyoon who speak according to the Quran and the Sunnah so my brothers what is the salvation how to save ourselves from the fitan by going back to the Quran and the Sunnah and the way of the Salafal Salih the companions and also for them in goodness because what is one known and established the Nabi Alayhi Salatu Wa Salam left us upon a clear guidance it's day like it's night it's day like it's night no one sends away from it except to be destroyed no one sends away from it except to be destroyed so it's upon us my brothers may Allah bless you all to go back to the Quran and the Sunnah and the way of the Salaf and to the scholars and be aware of those who say scholars for dollars our scholars Alhamdulillah they speak for Allah and they advise the Ummah to not destroy themselves no they advise the Ummah and the solution is not by protesting solution go back to Quran and the Sunnah not by protesting that is a solution likewise for the Muslim leaders to go back to the Quran and the Sunnah and to follow the Quran and the Sunnah that is a solution not in United Nations and Nabi alayhi salatu wa salam told us a disease but also he gave us a cure but Allah al-musta'an Allah al-salamu al-afiyya Allah subhanahu wa ta'ala mentioned وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّعُوا لَا يَضْرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا if you are patient and you have piety the harm would not affect you how to protect yourself from the harm of the evil ones by being patient upon the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala so Nabi alayhi salatu wa salam gave us a glad tiding my brothers may I bless you all and that is this is the time to practice the din of Allah subhanahu wa ta'ala to pray five times a day to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and to worship Allah according to the Sunnah of Nabi alayhi salatu wa salam and to be proud to be Muslim and when we see the Switan remember the day of judgment is soon but some people he's more focused on day of judgment and he forgot about his own death maybe the day of judgment soon maybe after two million years Allah knows best however you're going to die soon I'm going to die soon so we have to prepare ourselves and also we do not worship Allah because we're going to die we worship Allah because he deserves to be worshipped because we will be worshipping Allah insha'Allah we are in Jannah even though there's no death in Jannah so some people he said I'm going to worship Allah because I'm going to die so after 10 years he's still alive he haven't died yet so he's not doing haram no we worship Allah because he deserves to be worshipped our Lord and that is the way to save yourself from the fitan one of them praying night prayer we ask Allah subhanahu wa ta'ala to save us from the fitan ma dhara min hawa wa ma batan wa sallallahu anabina Muhammad وعلى آله وصحابي أجمعين وسلم سليما كثيرا الله خير الله خير الله خير الله خير الله خير